وعشان كده عملوا دراسة اسمها الدراسة الكورية ناس بتوع مارين انجينيرينج اللي يعني هندسة بحرية جابوا مقاسات الفلك اللي مذكورة في أو يعني وصف الفلك اللي مذكور في وثيقة جالجاميش اللي بتذكر طفان برضو بس بيقولوا قعد اسبوع وقصة مشوهة جدا فبيقولوا ان الفلك فيها مكعب حطوا نظام المكعب ده في الامواج العالية في البحار المفتوحة فلاقوا انه مش هيكون ستيبل فالجواه هيفضل يتهز ويترج ويتهز ويترج ومش ستيبل حطوا مقاسات الفلك المذكورة في كتاب المقدس 300 زراع في 50 زراع في 30 زراع لانه في ستيبلتي وبعدين شفنا احنا في عينينا السمك انا يعني واحد من اشياء اللي أفتت انتباهي انه السمك كان ضخم وطريقة الخشب متداخل في بعض وكان مش عارف شو نسميها المسمير يعني بس كانت من خشب كانوا بيدخلوها بتهالب حطوا مية عشان تتمدد يحطوها في الفجوة بتاعتها وبعدين يحط شوية مية فتتمدد فتعشق تمسك جامد جدا فكان فيه تكنولوجي كافي عندهم وكان فيه معلومات كافية وكان فيه متيريا لانه الارض كانت فرشتايل جدا قبل الطفان فكان فيه اشجار كبيرة يقدروا يجبوها ويقدروا يقصوها احنا طبعا في الفلك اللي شفناه انا وحضرتك في سينسيناتي في أنسرزين جينيسز ده طبعا كان فيه مصانع كتيرة جابت الخشب وقسمته وقصرته وبعدين جابوا مجموعة من القامش اللي هم بيشتغلوا بأيديهم وهم اللي بنوا هذا البناء نوح كان عنده هذه الامكانيات مش بالمعدات بتاعتنا لكن بالمعدات الموجودة في وقته اللي يقدروا يحصدوا بيها الأشجار ويقدروا يعملوا منها الخشب لا وواضح أنه كان الانسان فعلا جينيس كان نسبة الزكاء عالي جدا مش مثل اليوم سوري دكتور طبعا إحنا فعلا اللي بتشوفه اشي مزهل موسيقى 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 موسيقى